كش نقول حاجة الجنوب التونسي الحقيقة اللي ساير فيه هي تراكمية بتعسيسة الإهمال المتعاقب الجنوب التونسي قعد خزين انتخابي ووليده في الخارج لأنه عدد نسبة التوينسة الموجودين في الخارج في الجنوب التونسي هي أكبر نسبة صارت مرة دراسة وأكثر بلاسة دخل فلوس بالدوفيز هي الجنوب التونسي معنتها أنا بلاسة كي من هكا مخليها خزين بشي داخلوا الدوفيز بشي جيوا ينخبوا وماليهم وأهلهم حتى ساعات في سبيتارات ولا في حاجة ما عندهمش وحتى كأن ما أعطينيهم لبلاد أخرى بشي توفر لهم موارد الرزق وهو عار في حق البلاد هذية اللي الجنوب التونسي لليومة ما توفروش لزم أنا في رأي إنه نخليه جيها ومنطقة في ثراء الجنوب التونسي وانتو ما تعرفوا اللي كان الماء راهي فما فيه ناب بتاع ماء كبيرة صحيح ناب فوسين ما فيه ناب كبيرة كان تحكي على الجيزمان فيها كان تحكي على التوريزم وتقول الشبوبية بشتلقاها في الجنوب التونسي كان تحكي أنت أقدم بناء لبتاك ريزاي اللي في الدوارات في العالم تحب تخدم عليها كل شيء أنا نقول الجنوب التونسي يلزم مشروع كامل ومتكامل باش الجنوب التونسي ينتج واحده ويكون مستقل على حتى بلاد ليه ولا له إلا لدراب والخاضرة نكتة ورجع للإستر الحقيقة وأنا رأي نقول كيني فما أنسيكوريتي في بلاد أخرى أحنا نسكروا المعبر مش هما يسكروه ويقول لي حتى حد رأي فما أنسيكوريتي في بلاد أخرى تبدأ فما أنسيكوريتي أنا نسكر لأني أنا نخاف لأني أنا بلاد مستقرة دونك أنا بش نكون حريصة على إغلاق المعبر وليس العكس ما تتحجج ليش أحنا أم بلان خيز في مشاكلهم الباب محلول على فردتين ودخلوا وكانوا اللاجئين وأكثر من مليون تونسي قعدوا كليوش رب معزين مكرمين إخوة إعزاء بش تقول لي أنت كل ما تعمل هكيكة تسكر علي أنا كأنها ما تلويلي في ذراعي ونقولوا قايت بش حد ما يلوي لنا إذراعنا أحنا دار فضل وأحنا دار كبيرة اللي الأشقاء الكل في المراحل اللي تعديوا به إلا وكان التونس دار المضيفة وقايت بش ستوب الجنوب التونسي ميزموش يوقض لأنه كيما قال سي أسيمة رمي اللي دخلوا في البرودوية مقلد وفما فيها انعدام للرقافة في بعض الأحيان وحتى حكاية واختير وحاجة أخرى بالحق ري البرودوية بتاع الماكلة بتاعنا تنقص وتتبع غاديكة ساعات بأسوام نراوهم حتى حكاية نقول وقايت الجنوب التونسي يلزموا دراسة باش حد ما يلوي لنا إذراعنا الله عليك اللي نادي يلا نقدمه قدام المحور المواجهة